يعني برضو كانت المجاهدات حاضرة من خلال الكلمات والأفعال وترجمت من خلال المدايح النبوية الشريفة لظا هواكا بقلبي بات يشتعل أما ترى كيف دمعي منه ينهمل وأدمعي كالحيا بالخد ترسلها لي مغلة ما لها إلا البكاش غلوه يا من أبحت له غلبي يمزقه لعل بي في هواه أو يضرب المسل أغسمت يا الله خير خلق الله كلهم يا شافعا للذي حارب به الحيل لو أن ماء البحر أضحى كالمداد وما أمسى على الأرض أغلاما ويبتدلوه والناس تكتب طرا بعض وصفك في عزم لصدهم عن حصره كللو فهم يقولون حسن الشعر أكذبه وما دروا بك حسن الشعر يكتملوه يا كعبة المجد رسول الله يا كعبة المجد يا كعبة المجد يا نورا تشكل لي بدرا ومطلعه الأحشاء والمغلو ما المجد إلا سماء والأنام لها نجوم هدين فمزتبدوا لهم أفلوه يا صاحب المعجزات الغري أنت بنا بر رؤوف الجواد ما به خللو عليك أنزل غرآنا نصرت به حفاظه لسنعم المجد غد وصلوا ما فرت الله في شيء به أبدا فقد حواه كل شيء وهو مكتملوه يا أشرف الخلق محمد يا أشرف الخلق لي في رفدكم أمل لي في الشفاعة يا زخرا وراء أمل وحسن خاتمة يا سيدي كرما فهي المراد بها قد يصلح الخللو يا صاحب المعجزات الغري أنت بنا بر رؤوف جواد ما به خللو لما أردت لما أردت شغاغ البدري شق وغد رؤوه نوراً غوياً ما به خللو والجزع حلع لوصل الملك يا سندي وبالوصال أنين الجزع يمتسلوه وشاة جابر للجيش الكبير كفات فاعجب لي شاموات كفت ما تكفه الإبلو يا رب بالمصطفى المختار سيدنا وآل بيت سموا في المجد هم أولوه للفاتح بن غريب الله جد كرمان حبل الودا واد بكم يلمو ويتصلوه وصل ربي صلاة لا حدود لها على المصطفى المختار من بره هطلوه عليها أبضل الصلاة وتم تسليم صلوا يا أهل الكمال على النبي باه الجمال فاصل مواصل هذه السياحة الروحية التي تأتيكم